معنا الأستاذة تحية لسا الأستاذة تحية معنا السلام عليكم اتفضل تفسير اتفضل يا حاجة تحية عاملية بس وقت التليفوني حاجة تحية واسأليني بسرعة لو تكرمت حاضر حاضر أنا أسأل يعني لما الوحدة تاخد فلوس من جوزها وهي عيانة وبجيس سحبة مرض يعني كثير هل هو حرام ولا وتبقى هي حرامية ولا وعيقول لها يعني هي خدت فلوس من وراء جوزها آه وعجي بعلاج عيان وهي لما بتطلب منه ما بيدهاش لا ما بيدينيش أي حاجة ولا ما أجيب له دوم يعني ولا حاجة ولا أي حاجة والفلوس دي أتخدت عشان تجيبي العلاج اللي هي مش قادرة تجيبه آه ما أشتغل 16 ساعة في الدكان أنا واحدة طيب يعني أنت الفلوس دي خدتها عشان العلاج وعشان تأكله وتشربه صح آه بس لكن ما بتخديش الفلوس تتديها لأهلك مثلا لا طيب خلاص عجيبك حاجة حاجة إذا كانت إذا كانت أول حاجة إحنا ما بنقولش لحد أنه ياخد فلوس من وراء حد لكن إذا كان الرجل شحيح وبيمنع زوجته أن تجيب دواها وتأكل وبيأذيها أنه هو مانع عنها وبيبخل عليها لا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمرأة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فإذا كان الحالة زي ما أنت بتقوليها كده حاجة تحية بالمعروف بالمعروف يعني إيه؟ آه دواكي ما اللي أنت هتجيبي دواكي منين؟ آه يا ستي أنت هتجيبي منين تأكله وتشربه؟ فإيه اللي حاصل؟ ببساطة خالص لو كان هو بيمنع معاك وإنتي مش بتأخذي حاجة منه بتكون الفلوس دي فلوس عهدة ولا الفلوس دي فلوس ديون لناس لكن بتأخذي من فلوسه هو اللي هو منع عنك وهو شاحح عليك بيها آه يبقى الشرط أنه هو يكون شاحح عليك بيها يعني بخلان عليك بيها وفلوس دي فلوسه مش فلوس مأمورة مش فلوس عهدة ولا فلوس حد تاني فأنتي تأخديها فتعملي له مشكلة ويتحبس بيها فإذا كان ده اللي حاصل إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يحفظ يحفظك ولو سمحتي ما تغلبيش وما تكليش من أنك أنت تتكلم جوزك أنه هو يوسع عليك لأن كل ما يكون الأمر ده بالتراضي وبالوضوح كل ما كان ده وتواتي اللي بيفتح القلوب ويخلي فيه بركة ويخلي فيه إن شاء الله كرم وسعة ونحس بالمواد ده والرحمة في ده